ما ينفعش ننكر إن الدولة اشتغلت الفترة اللي فاتت على محاور وعلى أدوات كتير عشان تحقق الحماية الاجتماعية للناس خصوصا للفئات الأولى بالرعاية في الريف ده كان فيه دور مهم جدا لعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في المبادرات المجتمعية المختلفة وشفنا ده إزاي انعكس بشكل كبير على مبادرة حياة كريمة للتطوير اللي ظهرت في الريف المصري بعد ما شفنا نسب الإنجاز الغير مسبوقة واللي اتحققت فيها قراءة وفية عن الدور ده واللي قام بيه от الحالف خلينا نرحب بالأستاذ مصطفى الزنزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي اللي نورنا في صباح الخير يا مصر يا صباح الفل وأهلانا وسهلا صباح الخير الله personas صباح الخير encontر بيه وأهلا وسهلا قلّه كده بداية نقول تكامل كبير حصل بين التحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة لو قلنا الشكل المحترم جدا اللي طلع لنا النتاج المحترم جدا اللي احنا شايفينه في الحقيقة يمكن ده كان توجه من سيادة الرئيس في مارس الماضي بين يكون فيه تكاتف وتكامل ما بين منظمات المجتمع المدني النشطة وكان فيه تناسق لهذه الجهود لـ 24 جامعية أهلية ومؤسسة والاتحالي العام للجامعات الأهلية في إطار واحد وهو التحالف الوطني للعمل التنموي وده الحقيقة كمان بدأ ينظم العلاقة ما بين المنظمات الأهلية الكبرى على الأرض في التدخلات سواء المنظمة الأهلية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي أو التمكين الاجتماعي أو الطبي أو التعليمي والبيئي كمان وده اللي حصل شفناه فيه قوافل ستر وعافية تمن قوافل حتى الآن ويمكن إن شاء الله الإسبوع القادم هيكون في إنا في شهر متكامل في الصعيد بيتم العمل على قرى ومحافظات مختلفة من جنوب الصعيد ووسط الصعيد وأيضا يمكن تكامل في البيانات المتدولة ما بين هذه المؤسسات بعضها وبعض الأمر الأهم كمان بالنسبة لنا دلوقتي إن بقى فيه خريطة واضحة لتدخلات الدولة والأجهزة التنفيذية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وده اللي يمكن بنشوفه النهاردة مع الفتاحات اللي سيد الرئيس بيقوم بيها في محافظة الدأهلية منها قرية الحصص كنا كل الأعضاء اللي تحالف موجودين فيها الإسبوع الماضي وكرة أخرى كمان في الدأهلية مش بس في شيربين كنا موجودين في مركز ميد غمر وبعض المراكز الأخرى اللي بنشتغل فيها داخل الدأهلية وده شيء بيدل على التنصيق الجود ما بين أيضا أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية فيها المحافظات وأعضاء التحالف الوطني لعمل الأهلي حصص الأسبوع اللي فات زكارت عايزة عرف وضعها كان عامل ازاي الحقيقة القرية طبعا اتغيرت ونشوفه النهاردة أثناء زيارة سيد الرئيس القرية كانت من القرى المستهدفة من الأولى بالرعاية أو القرى الأكثر احتياجا النهاردة حصل تدخلات كبيرة من مشروعات بنية أساسية وتحتية وفوقية ومنشآت حكومية هتشوفه حضرك كمان المراكز اللي انشئت سواء مركز شباب أو الوحدة الصحية تطوير المدارس الصرف الصحي خطوط الكهرباء اللي بيتم تغزيتها بشكل مختلف تدخلات في كل القطاعات ده صحيح ده صحيح وكان تدخل التحالف الوطن هنا برضو شكله مختلف من مبادرة ستر وعافية انه بيتم تنصيق على مسح شامل لأكثر من 10 تلاف ويمكن ناصل لـ 15 ألف في بعض القرى بيتم الكشف الطبي في جميع التخصصات الطبية بيتم تقديم من إحدى الجامعات الشريكة في التحالف على مشروعات تمكين اقتصادي جمعيتين أو ثلاثة أخرى بيتم ترك الأبواب عشان الأسر غير قادرة أو القعيدة أو زواجات خاصة المرأة المطلقة الأرامل كل ده بيتم درست وعمل مسوح ميدانية عشان ندرس احتياجاتهم سواء التمكين الاجتماعي أو التمكين الاقتصادي أو الشق الطبي وأيضا الشق التعليم ما بننساش أبدا أن إحنا عندنا دايما يعني إحنا نسا أطلقنا الإسبوع الماضي مع السيد وزير التعليم العالي منح للطلبة من أبناء الريف كمان اللي هم بيقدموا للجامعات التكنولوجية حالكم عارفين أن السيد الرئيسي الآن أمر بإنشاء عشر جامعات تكنولوجية موجودين في المناطق الصناعية الآن فخرج هذه الجامعات إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في العنصر الفني في مصر التعليم الفني المتفوق بيقدم لهذه الجامعات بيحصل على مؤهل عالي من جامعات تكنولوجية ووفرنا الحمد لله في صناع الخير والتعليم العالي وأحد الشركات القطاع الخاص تمويل لمتين منحة لمدة أربعة سنين تكريفة تمانية مليون جنيه وإن شاء الله مستمرين نصل فيها بإذن الله لأكتر من ألف منحة لطلاب التعليم الفني عشان يكونوا كمان عناصر في متابعة هذه المشروعات داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة العمل الأهلي والتنموي لسنين موجود في مصر ولو تواجد دايما بيبقى قوي ولكن بعد الفترة الأخرانية لما حصل التحالف ولما حصل وجود قواعد بيانات حقيقة إيما بقت الناس بتشتغل على أساس مش كل واحد بيشتغل لوحده بقى في تكامل مش كل واحد شغال لوحده ده ظهر كمان قوي فيه دعم حياة كريمة ده كلام مضبوط ده حصل إزاي لما قدروا الناس توحد الجهود خلينا أقول لحضرتك نحن يمكن كان أول لقاء بعد إفطار الأسرة المصرية وتوجيه لسيد الرئيس بي الدعم المباشر من أجزة الدولة لأعضاء التحالف ولوطن العمل الأهلي ويكون فيه إطار تنصيق ما بين مجلس الوزراء ووزارة التضامن والتحالف ولوطن متم توقيع برتوكول تعاون مشترك ما بين الوزارة وما بين أعضاء التحالف ولوطن العمل الأهلي عشان يكون قواعد البيانات مرتبطة مظلة الحماية الاجتماعية ده كان أهم حاجة بيوجه بها السيد الرئيس عشان الأزمة الاقتصادية العالمية اللي حصلت وعشان الحرب الأوكرانية الروسية احنا شايفين عندنا الأزمة مش بس في مصر الحقيقة الأزمة على كل دول العالم ولكن كان لازم هنا كمان فيه أسرة ضرر أكثر هيبقى ممكن نزلهم تحت خط الفقر وده شكل بيبقى طبيعي فيه هذه الأزمات العالمية اللي بتحصل فلازم يكون فيه إنقاذ بشكل سريع ليهم وهنا التحليف وطني تدخل بستمئة ألف أسرة بيقدم مواد غزائية بيقدم دعم نأدي شهري سيد الرئيس كان أمر بستة شهور وعدين ما ادناها لمدة سنة الأهم بالنسبة لنا هنا أن احنا كمان عاوزين يكون مش التنصيق على قد القواعد البيانات فقط ولا تدخلات مزادة الحمال الاجتماعية ربط قواعد البيانات ده بس مع الجزء اللي بيشتغل عمل أهلي وتنموي ولا بيحصل ده كمان بالتنصيق مع الجهات الرسمية قاعدة البيانات متوفرة المين كلام حقيق مزبوطي الجزء هنا قاعدة البيانات بتاعة التكافل وكرامة موجودة لدى وزارة التضمن الاجتماعي وهيئة رقب الأدرية ووزارة التموين وبالتالي كافة الوزارات المعنية اللي لديها قواعد بيانات للأسر المستحقة من الدعم التموين أو دعم تكافل وكرامة أو أيضا أي تدخلات من المزارع الاجتماعية اللي بتقوم بها الدولة بيكون فيه تنصيق مبين عشان ما نتكررش فيه البينات أسرة تستفيد مرة واثنين وثلاثة وأسرة تحرم وبالتالي ده ما كانش فيه تنصيق في الجهود الفترة الماضية اللي بيحصل النهاردة بشكل علمي ومنظم إن تنصيق الجهود دي كلها بقى من جهة واحدة وقدرين نسيطر على عدم التكرار أو عدم العدالة في التوزيع لهذه الأسر عظيم جدا وستاذ مصطفى منذ أن تم إعلان من عام 22 عام للمجتمع المدني نحن نشاهد جهود كبير جدا بتقوم بيه منظمات مصطفى المجتمع المدني خلال الفترة اللي فات لكن دخولها تحت لواء التحالف أعتقد هيغير شكل التعامل نحن تكلم تقريبا من 28 فبراير مظبوط هذا التحالف فبعد ما دخلت هذه المنظمات لازم شكل التعامل على الأرض بكل تأكيد هيختلف بالنسبة لإيصال الدعم للناس مظبوط كلام حرك ده نقطة مهمة وده اللي احنا شفناه في قوافل اللي بتحصل ستر وعافية وكثير من الشركات الأخرى يعني احنا على سبيل المثال في كوبتون سيفن كنا ممثلين في المؤتمر في مدينة شرم الشيخ بكل أعضاء التحالف الوطني بجناح في الجرين زون بنعرض هذه التجارب ونتبادل التواصل ما بيننا وبين المنظمات الدولية والجهات المانحة أيضا لعرض التجارب وعرض كثير من المشروعات اللي بتتم على أرض الواقع لدينا العديد من التدخلات في القرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة وده شفناه بأن احنا بالنهاردة في مؤسسة احدى المؤسسات بتقوم على توعية خاصة بسرطان السادي أخرى بتقوم على قوافل طبية خاصة بالعيون مؤسسة أو جمعية شريكة معنا في التحالف الوطني بتشتغل على ملف التمكين الاقتصادي يعني كان فيه شرط في تقول هذه المؤسسات أن يكون متنوعة في تخصصاتها؟ لا الحقيقة مش هو التنوع على قدر هو النشاط هل هي مؤسسة ناشطة لها تأثير على الأرض بشكل قوي مش فكرة الكبر الحجم فيه الدخل فقط ممكن يكون مؤسسات مركزية لها مستشفى لعلاج سرطان الأطفال أو القلب أو سرطان السادي ولكن هم موجودين فيها محافظة القاهرة بيخدموا كلهم محافظات الجمهورية نزولهم معنا في القوافل وفي الخطوات التي تتم على الأرض بيفيد كتير جدا لأنه هو يعتبر متميز في هذا النشاط على مستوى الجمهورية بينتقل معنا لكل القرى الآن للتوعية والمسح الطبي وبالتالي بنقدر نشوف مين الأسر الأكثر احتياجا ونقدر نقلل طوابير الانتظار على الدولة كمان نحن عاوزين نخف العبق عن الدولة في هذه الظروف يعني مش فقط بس أننا هقدم خدمة للمشروعات صغيرة أو مؤتمرات صغر لأنا بقدم في كل التخصصات سواء التعليم منح الدراسية التي بتحصل سواء الجزء الخاص بالملفات التدوير والحفاظ على البيئة وهنا بنشتغل كمانا على صغار المزارعين مؤسسة من إحنا المؤسسات الهيئة القبطية الإنجليا بيشتغل على مبادرة إزرع شبيهة لمبادرة إبدأ وبالتالي إحنا عندنا النهاردة مبادرات كثيرة بتطلق من رحم التحالف الوطن العامل الأهلي بنبدأ نفيد بيها الصغار المزارعين صغار الأسر اللي محتاجة مشروعات صغيرة ومتنانة صغر كل هذه الخدمات لازم تقدم بعد الخدمة الكبيرة اللي قدمتها الدولة في 4500 قرية بما يقرب من 800 مليار جنيه لازم المجتمع المدني هنا ينتشر بالتعاون مع الجامعات القاعدية اللي موجودة على الأرض في هذه القرى عشان ننفذ تدخلات اقتصادية واجتماعية وما ظل تنتشر لكل هذه الأسر احنا عندنا أكثر من 12 مليون أسرة محتاجين تدخل ودعم من أقدي مباشر بشكل متواصل عشان خطر نرفعهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الانتاج والاكتفاء ويبدأوا كمان يكونوا أسر منتجة ونصدر هذه المنتجات للخارج في الفترات القادمة ناسين طويلة كنا لما بنقول عمل أهلي كان بيجي في مخنا العمل الخيري صحيح القائم على الكارتونة بتاعة المواد الغذائية والبطنية بتاعة الشتر صحيح بعد فترة وبعد يعني إعلان عام العمل بقى المجتمع المدني الوضع اختلف تماما ويبتدى يتم وضع يعني تصنيفات للعمل أهلي خرجنا بقى المرحلة جديدة خالص بعد التحالف اللي هو تأسيم الناس لتخصصات ناس شغالة مزبوط على أكل ناس شغالة على دعم ناس شغالة على تنمية مهارات ناس شغالة على تطوير تصنيع ومنح تعليمية التكامل ما بينهم بيحصل برضو وفق نفس قاعدة البيانات ولا كل مؤسسة بتشتغل على اللي هي عايزة لا خليني أقول حاجة ما فيش حد يشتغل حسب الأهواء يعني هو فيه دراسات دلوقتي زي ما حك قلت كده العمل الأهل تطور في مصر بشكل كبير جدا بقى قائم على البحث العلمي على الدراسات المسبقة فيه إدارة لمخاطر الأزمات بقت موجودة والتدخلات والكوارس اللي بتحصل زي ما حكوا شفتوا في أزمة السيول العام الماضي كان فيه أكتر من 15 مؤسسة وجمعية عليها موجودين في أسوار وفي راس غارب والمشكلة اللي حصلت فيه القصير والبحر الأحمر الانتشار السريع ده وهو المجتمع المدني أنشأ من أجل هذه المشاكل يعني المجتمع المدني على مستوى العالم أنشأ عشان خطر بسي شكله تطور ده صحيح الأداء كمان احنا النهاردة ما بنشوف بره في الدول الأوروبية أو الغربية بشكل عام الجمعيات الأهلية وهما ملايين الحقيقة احنا عندنا العادة يمكن مقارنة ندوم لسه ضعيف احنا بنتكلم في 55 ألف جمعية في مصر لما بنقارن على مستوى العالم لو دولة زي فرنسا أو دولة زي كندا بنلاقي مليون جمعية و800 ألف و400 ألف جمعية هل الجمعيات تعمل في الإغاثة والكوارث والتنمية الاقتصادي والاجتماعي ما بيشتغلوا في جزء آخر شوال لأن طبعا هي دول بقت متقدمة سواء صناعيا أو على المستوى الاقتصادي فطبيعة التدخلات تختلف بالضبط تدخلاتهم بيكونوا في البحث العلمي وإنشاء الجامعات ودلوقتي ما نشوف أشهر الجامعات على مستوى العالم هي قائمة على الجامعات الأهلية يعني هي دونيشن أو تبرعات ودعم من رجال أعمال ومؤسسات زي بيل جيتس وغيره من كبرى رجال الأعمال والشركات العالمية هي اللي بتتمول هذه الجامعات اللي بتنشئ هذه الجامعات طيب لما نجي نقارن على المستوى المحلي ومستوى مصر هل الجامعات بتتطور بنفس الأداء لدينا جمعيات مركزية وجمعيات من أعضاء التحالف وغير أعضاء التحالف في الوطن العامال آلي بيشتغلوا بشكل بأسلوب علمي بأسلوب مدروس بخطط استراتيجية موضوعة من لجان استشارية داخل هذه المؤسسات بتعمل كمان تنصيق الجهود ده كان شيء غايب مليون بطنية لا احنا عندنا مليون كرتونة مواد غزائية لا في عيد الأطحى نوزع لحوم الأضاحة هذه الأنشطة مطلوبة لا أماكن محددة لكن على المحافظات الحدودية ما كانش بياخد لكن الناس كان بتشتغل في النتقل هذا تنصيق الجهود اللي حصل هنا هل احنا النهاردة بنقلم من قيمة هذا العمل الخير لا العمل الخير قائم ولكن بقى الموضوع أكثر شمولا وتطورا بقى عمل تنموي منظم ومدروس ولو استراتيجية واضحة مع الدولة الدولة وضعت استراتيجية مثلا على سبيل المسائل في المبادرة القومية الرئاسية حياة كريمة نحن نطور 4500 قرية و30 ألف عزبة ونجعل تابع في 3 سنين إلى 4 سنين أو حتى لو وصلنا إلى 5 سنين فهذا إنجاز كبير جدا وإنجاز تاريخي ما حصلش غير في مشروعين هم كانوا الأعظم في تاريخ مصر على المدارة السنوات الماضية هو مشروع قناة السويس ومشروع السعد العالي النهاردة حياة كريمة بتضاهي هذه المشروعات بنقول هو إنجاز بيحصل في أهم إنجاز بيحصل في تاريخ مصر الحديث وبالتالي نحن بنصل النهاردة من 800 مليار إلى ما يقرب من تريليون جنيه وده الرئيس قاله يمكن في آخر مؤتمر له قال نحن كنا بنقول 700 مليار وعدين دورة رئيس المجرس والوزراء عرض قال له فإننا منزلنا على الأرض لأن الموضوع الميزاني هتوصل لأكتر من 800 مليار والتقارير الأخيرة لا إحنا هنصل لتريليون جنيه وده الحقيقة محصلش في أي تدخل قبل كده في عصر إحنا إمكان عشر ناعة على المدارة السنوات الماضية أستاذ مصطفى أنا شاغل بالي إنتوا إزاي بتختاروا المكان اللي هتعملوا فيه مبادرة بخلاف قرى حياة كريمة يعني إزاي بتنزلوا المحافظة مثلا من المحافظات أو قرية أو مركز وتعملوا فيه مبادرة صحية وفي حياة كتير عايزين نتكلم فيها عن القوافل اللي أنتوا أطلقتوها وللسه هتطلقوها الفترة الجال الحقيقة يمكن ده بنصقه مع وزارة طامن الاجتماعي ومع السادة المحافظين في القرى المستدفى فيها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الأولى نحن نشتغل يمكن على 1050 قرية إن شاء الله بنهاية ديسمبر هنكون وصلنا تقريبا قرى المرحلة الأولى دي سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى التحالف وحياة كريمة في نهاية شهر ستة القادم في 23 بإذن الله وده كان اللي يمكن الخريطة الزمانية اللي احنا حطينا احنا يمكن في شهر ديسمبر بس عندنا 19 قفلة طبية بما يقرأ يمكن معدل في اليوم الجمعة من كل أسبوع خمس قوافل طبية في خمس قرى أم متضم عزب ونجوع مختلفة كله في قرى حياة كريمة كله قرى حياة كريمة بنشتغل على يمكن بشكل مباشر على القرى المستفى في المرحلة الأولى ومرحلة الثانية زي ما حالك عارف دلوقتي قرى المرحلة الثانية بدأ يكون فيه حوار مجتمعي داخل القرى دراسة احتياجات ومسوح ميدانية فرق المتطوعين من حياة كريمة بيعملوا على الأرض بالتنصيق مع رؤساء المدن والمراكز والسادة المحافظين عشان يكون فيه دراسة احتياجات مباشرة طب الاحتياجات الصحية بين رعيها ولا القافلة بتنزل فيها كل التخصصات لا الحقيقة احنا يمكن متخصصين شوية في القوافل طبعا بتاعت ستر وعافية من ضمن التحالف وطن عامل قال جميع التخصصات تقريبا بتكون موجودة من كل الجامعيات الطبية المختلفة لهم مع بعض التحالف الوطن احنا على المستوى الخاص بيه صناعة الخير بنشتغل في قوافل متخصصة شوية وهي الأمراض العيون والقدم السكري وأمراض القلب والأمراض الجلدية المزمنة للأطفال وده الحالة بنستهدفه بشكل مباشر نحن عندنا ما يقرب من عشرين قافلة شهريا كل اسبوع معدل خمس قوافل طبية بيجرى فيها عمليات يعني العشرين قافلة تكلفوا تقريبا ما يكرم من ستة مليون جنيه لو بنتكلم على إجراء عمليات جراحية من زراعة قرانية وشبكية ومية بيضة ومية زرقة كل هذه الأمراض منتشرة بشكل كبير في القرى المصرية وهنا نستهدف الأمراض العيون بشكل مباشر وأمراض القدم السكري وده الحقيقة أنشأنا ليها عشرين غرفة في عشرين جامعة مصرية بالمناسبة يمكن من ضمن الأهداف المباشرة للتحالف الوضن أيضا وتحويل الأسر اللي عندها مشاكل في القدم السكري لهذه الغرف في مبادرة قدم صحيح داخل الجامعات المصرية اللي بتقوم عليه المؤسسة في دعم كل الأدوية لمدة ستة شهور أو لحين شفاء المريض بشكل مباشر عشان نحميهم من الباتر وده حدث هتزين غرفة في مصرشفات الحكومية أخذنا غرف داخل الجامعات المصرية الحكومية الغرفة باسمها مبادرة قدم صحيح إحنا اللي جهزناها جميع الأجهزة الأدوية تصرف للمرضى مجانة لأنها مش عنافقة الدولة وبالتالي المؤسسة الصناعة الخير بتمد غرف مبادرة قدم صحيح بشكل شارب التعاون مع وزارة التضامن وبرعاية كريمة من معاني الوزيرة إن احنا كل الأدوية متوفرة داخل الغرف المريض بيصرف الدواء مجانا منتابعه لمدة ستة شهور لحين أن يتم شفاءه ويحمى من باتر قدمي إحنا بنحمي تقريبا في السنة بيكون من مئة ألف مواطن من باتر القدمي يمكن أن يشوفته مؤخرا أو مبارح كان الرئيس بيكلم على الأطراف الصناعية إحنا مش عاوزون نوصل لفكرة الطرف الصناعية عاوزين يبقى هو المواطن رجله سليمة قادر يعمل بيصرف على أولاده لأنه النهاردة لو حصل لقدر الله باتر أنت محتاج لأطراف الصناعية محتاج معاه الشهري محتاج تصرف على أو تنفق على أبناء وفي العملية الدراسية فهنا بنحمي وبنوعي كل الأسر داخل قوافل ستر وعافية أو قوافل صناع خير بتتم على مستوى قرح يا كريم احنا شايفين مع بعض القوافل المختلفة فكرة دي يمكن خطة شهر ديسمبر بالكامل في جميع المحافظات يعني احنا ما بنسيبش محافظة لسه نمكن نازلين دلوقتي الخطة ممنشورة على صفحة المؤسسة لإنا أهالينا في مرسى مطروح بيطلبوا احنا عاوزين قوافل في السلوم وسيد براني وفي مدينة الحمام ومراكز كتيرة جدا فقلنا لهم ان شاء الله في يناير عاملين حسابنا ان احنا هنبدأ نحط 3 أو 4 مراكز في محافظة مرسى مطروح والوادي الجديد في الخارجة والدخلة وايضا الوحاة البحرية بالتنصيق مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء والحقيقة انا عاوز اشيد واشكر دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الطبية للاستغاثات في مجلس الوزر